اشتركوا في القناة 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 بسم الله ما شاء الله اشتركوا في القناة 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 هذا المطبخ في الأصل كان غرفة ولكن يتعمل المطبخ كبير بالمساحة لأن الشقة فيها غرف كثير فقد عملنا هذه الغرفة مطبخ وغاز وصل فيها هذا المطبخ فيها هذا المطبخ يقص على هذا المنور من هنا ومن هنا يقص على الشارع الوراء فقط من الدور اللي فوق لكي يبقى واضح معنا أكثر هنا يدعنا غرفة هذه المساحات تقريبا ثلاثة في ثلاثة نرجع ثاني ونخرج فوق ثلاثة في الغرفة الغرفة ونرى ما في الغرفة هذا هو السلم أهوس السلم رخام نخرج على الغرفة ثلاثة في الغرفة هنا يقص على الغرفة موجودة هنا يقص على الغرفة هنا هنا يقص على الغرفة هذا الشباك سوف أقوم بإظهار على أيه الآن من هذه البلكونة هذه هي غرفة هذه تعتبر الغرفة الثالثة لو حسابنا مع الغرفة التي تحت هنا تظهر على البلكونة هذه نستطيع أن نقول عليها تراس لأن هناك فرق بين البلكونة والتراس والبراندا نبدأ نرجع الثاني لا أذكر حضراتكم يريد أن لا تشترك ويفعل زر الجرس لكي يوصلك كل يوم جديد وتقديرا للمجهود الذي نبذله تعمل لنا لايك هنا كده بيجينا الحمام الكبير اللي فوق ده كده الحمام الكبير اللي فوق أهو برضو نفس الشي يا جماعة برضو عشان الموديل بتاع الطقم الصحي ده يعتبر قديم شوية فإن شاء الله اللي هياخد الشقة هنغير له طقم الصحي طقم الصحي بتاع الحمام ده وبتاع الحمام اللي تحت هيتغير برضو عندنا هنا الغاز وصل أهو بعد كده هنا بتجينا الغرفة دي دي يا جماعة تقريبا غرفتين كمان يعني المساحة واحدة غرفتين مش غرفة واحدة المساحة ما شاء الله جيلة جدا هنا كده بتبص على منور طبعا تعتبر التلات أدوار معاك الدور ده والدور اللي تحتين والدور اللي فوق كمان اللي هو يعتبر الروف هوريني لحضراتكم دلوقتي دي هنا كده الغرفة دي يا جماعة برضو هنا بتبص كده على منور هوريني لحضراتكم برضو المنور ده كده المنور ده بتاعك كله طبعا الشباك اللي على اليمين ده اللي هو بتاع الحمام الشباك ده اللي هو بيبص على السلم اللي احنا كنت نطعين منه السلم الداخلي بتاعك طبعا مناور زي ما حدثكم شايفين كده وهنا برضو عندك شباك كده من وراء برضو نفس النظام ان شاء الله جماعة شاهدوا انت مش مجروح من اي اتجاه كد الاتجاهات معك مش مجروح بصوا جماعة الاعداء اللي تحت دي عجباني قوي ان شاء الله ان شاء الله جميلة جدا طبعا الادوار العليا دي لها عشاقها يعني مش كل الناس بيحبوا الادوار العليا في ناس بتعشق الادوار العليا عشان كده المنظر اللي انا ورده لحضراتكو ده حد بقى بيحب يزرع يحب الزروع بتاعته جنبه حد بيحب يربي الطيور حمام وخرفان يعني بص فيه مزاجات كتير جدا الناس ما شاء الله لأزواق كتير جدا ده كده جماعة الدور التاني بتاع الدوبليكس الدور التالت بقى بتاع اللي هو الروف اللي فوق هوري لحضراتكو دلوقتي يلا ننزل بس كده عشان هنطلق نخش له من مكان تاني تعالوا كده ننزل سوا مع بعض بسرعة ده كده هجماعة الباب الشقة اللي انا داخلين منه هنرجع كده ده لقى سنصير تعالوا بقى نطلع ايه على الدور اللي فوق بنتطلع له من هنا هنطلع من الباب نطلع بقى كده يا جماعة على الدور التالت اللي هو بتاع تكملة الدوبليكس ده كده الباب اللي على اليمين ده ده تابع الشقة اللي جنبنا ده كده بقى المنطقة اللي تابعنا او الدور اللي تابعنا ده كده اهو بالمساحة بتاعتنا كلها المكان ده برضو تابعك في عندك هنا زي قفيس صغير كده مع حمام وره لحضراتكو برضو اهو ده القفيس اهو طبعا انت هنا تزبط المكان براحتك يعني هو المكان وضعه على كده يعني صاحبه مزبطه على كده انت بقى حابب تغير اي حاجة مفيش مشكلة تقدر تغير براحتك ده كده اهو في معانا بقى في الجنب ده برضو المساحة دي ده المنطقة دي اهي مش يطول على حضراتكم ودي هنا برضو معانا غرفة ده غرفة اهي ودي كده يا جماعة الدوبليكس بتاعت النهارده نرجع مع بعض بقى يا جماعة البيانات مرة تانية بسرعة دوبليكس عبارة عن 3 شواء مع بعض اتنين مع بعض بسلم داخلي وروف بسلم خارجي في الادوار 11 و 12 و 13 الدور ال 11 عبارة عن ريسبشن 3 قطع وغرفة كبيرة ومطبخ كبير وحمام الدور ال 12 عبارة عن 3 غرف منهم غرفة كبيرة ممكن تبقى 4 غرف كمان وحمام وليفنج وتراس والدور ال 13 عبارة عن روف في حمام ووفيس وغرفة بالاضافة الى الروف ومساحة كبيرة فاضية ممكن تتقفل كمان براحتك غرفة او غرفتين الشقة كاملة المرافق كهربة وغاز ومية بالنسبة لعداد الكهربة عداد قديم ديجيتال بالنسبة لعداد الغاز موجود بالنسبة لعداد المية مشترك مع 3 شواء كمان يعني انتو 4 شواء في مطور المية الشقة بناء قبل 2008 يعني مفيش عليها مخالفات ولا تصالح ولا اي شيء عنوان الشقة فصل طوابق جانبي من شارع الاربعين الشقة مطلوب فيها مليون ومتين الف والاي استفسار ارقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة في رقم فون وفي رقم فون زائد واتساب في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول موعيد العمل من الساعة الواحدة زهرا وحتى الساعة التاسعة مساء اتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهندس حازم عبد الله